كابل الجتار. باي باي. اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الجتار. كابل الجتار باي باي. طبعا العالم اه تقدمت جدا دلوقتي. بقى الاحتياج للكابلات دلوقتي بقيت اقل واقل واقل واختراع واختراعات كمان. بقيت اه اه هنشوفها دلوقتي وحنشوف اه امكانياتنا ان احنا نستغني عن الكابلات. طيب ايه اللي حيفدني ان انا استغنى عن الكابلات? اه انا كنت في معرض من معرض الجتار قريب. فجئني واحد كان عنده يعني هوية ان هو الالكترونيات. اه الراجل في بيته في الجراج بتاع بيته اختراع اه هو عمله بايده. وابتدى يبيعه للناس وكان بيجي في المعرض الجتار ده يبيعه. الجهاز دوت عبارة عن استخدام شبكة الواي فاي. فاني انقل الاشارة الصوتية ما بين اه اه جهاز وجهاز. فاللي بيحصل ان انا بركب واحد في الجتار واستقبل التاني بالريسيفر بتاعي. فخلاص انتهت القصة. ومحتاج مش محتاج كابل ما بين الاتنين. فانا جبت الجهاز دوت. فانا جبت الجهاز دوت عبارة عن الريسيفر بتاعي دوت. بالاريال بتاعه دوت. وبيتركب له الكهرباء مثلا بيتوصل بالكهرباء. للاسف ده مش بالبطارية دوت اللي بالبطارية بس. وبوصل دوت بالميكسر عن طريق الكابل دوت. فده هيبقى عند الميكسر. بيستقبل الاشارة. ودوت هيدخل في الجتار بتاعي. بفتحه. واركب دوت في الجتار بتاعي. وكده خلاص بابقى عندي جهاز واصل بشبكة واي فاي خاصة بي انا. بتوصل بين الجهازين دول. وبتوصل لغاية الميكسر بتاعي. فانا ابقى حر بالجتار بتاعي اتحرك زي ما انا عايز. طبعا الراجل اه بهرني لسبب ان هو عمل الجهاز ده في بيته. يعني هو اخترع الاختراع ده في بيته بانه لحم الدوائر وعمل الجهاز الزغير الجميل ده. وحتى عام اسميه شارك يعني سمك القرش. فآآآ يعني فعلا لقيت ان الراجل ده عامل اختراع جميل وحاجة زريفة ولزيزة. فانا انا يعني اه انبهرت ان الراجل بيفكر في انه يطور من حاجة من اختراع معين. وفي نفس الوقت بيبيع وبيستفيد منه. وفعلا اشتريت الجهاز ده وكان ممتاز جدا بصراحة. بعدين لما نزلت حفلات وبتاع الموضوع بقى محتاج حاجة اسرع واسهل بقى مش عادة وصل كهرباء ووصل حاجة عند الميكسر وواي فاي وكده. ففي الجهازين دول. الجهازين دول واحد ريسيفر واحد سندر واحد بيبعت واحد بيستقبل. هم عبارة عن جهازين بتفردهم كده. بالزبط جاكين. واحد بيوصل في الميكسر واحد بيوصل في الجيتار بتاعك. وبتفتحهم الاتنين لو فتحتهم قون دلوقتي. هتلاقيهم الاتنين عاملين ضوء ازرق اللي اتنين خلاص شبكه في بعض. وفي نفس الوقت هم الاتنين بيتشحنوا. يعني انا بركب دوت على الشاحن ودوت على الشاحن هم كمان يتشحن البطارية بتاعتهم. البطارية بتقعد لها نائستها يعني. بتقعد معايا مثلا البطارية حوالي تلت بروفات. تلت بروفات يعني تلاتة في تلات ساعات يعني تسع ساعات تقريبا على ما البطارية دي تخلص. فطبعا انت لو هتشحنها قبل اي حفلة. خلاص هيبه كفاية عليك يعني الشحنة دي. طبعا ليها عمر بعد فترة ما سنتين تلات اربعة عدد معين من الشحن البطارات دي هتوقع. فهيبقى محتاج ان انا اشتري جهاز زي دوت. ولو انهم مش غالين خالص. ولكن اه في المستقبل ممكن يكونوا ارخص بكتير. تلات اربعة سنين كمان يبقوا ارخص كمان وارخص فيبقوا سهل ان الواحد فعلا يقول طب خلاص انا استغل عن ده. او بتروح لحد بقى بتاع الكترونيات لانهما بيتفكوا بتفك البطارية اللي جوادي وترك البطارية شحن جديدة علشان تقدر تشحن هذا الجهاز. آم الجهازين دول رخاص. يعني دول كانوا الاتنين دول مسلا يعني برقب مش كبير. فسهل جدا الواحد يجيبهم يا. فيهم عيب قبلني مرة في كنت في حفلة مع زميل بيعز في جيتار بيز وكان عنده جهاز غالي. فالجهاز الغالي ده حجز قناة من القنوات دي دي اشتغل باللاسلك ده الحاجة اللاسلكي غير الواي فاي غير التانية. فحجز اللي هو اشتغل عليها ديت فانا لقيت الجهازين تاهوا من بعض. اعز في الجيتار ما بيطلعش صوت. لان الجهازين ما فقدوا دوت للراجل خاد القناة حجز القناة بتاعت البيز بتاعته خلاص وخلصت كده. فالاجهزة الرخيصة هي بتبقى تردد واحد الاتنين شغالين. فلو حد جنبك استعمل نفس التردد ده بيقفوا الاتنين عن العمل. ودي قابلتها بعيني شفتها يا. آآ لحصن حزكت بروفو ما كانتش آآ حفلة لايف يعني. وبعدين اللي حصل ان خلته طفل جهاز بتاعه وانا اشتغلت الاول. فالجهاز بتاعه عشان عشان جهاز زكي وبيستعمل ترددات كتيرة. فآآ وغالي التمن. فبمجرد ما لقاني حجزت التردد ده خلاص صراحة واخد هو تردد تاني خلاص لقاه فاضي واشتغل عليه تمام التمام. فالناس اللي هتشتغل موسيقى باحتراف اللي هو هيبقى قدام آلاف الناس في حفلات وكده. طبعا مش هيشتري الجهاز بشيلن دوت. هيضطر ان هو يجيب جهاز غالي شوية. ولكن هيريحه كتير جدا في ان هو الدنيا خلاص بتنتهي من من المشكلات. طب هل في تأخير? يعني انا ممكن اعزف الجيتار مسلا. ولاقي النوتة تطلع لي من الناحة التانية بعد مدة في الموضوع ده اللي تقلط له لا. مفيش خالص. ولا بتحس باي حاجة خالص كيانك مركب كابل بالزبط في 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 الجيتار بتاعك. فما ما تقلقش من النقطة ديت. الفعلا مهما كان حتى الجهاز الرخيص يعني حتى كمان برضو. بقى سريع كده فيش اي مشاكل يعني. دي ما بقاش فيها مشكلة خالص تكنولوجيا. المشكلة بس كانت ان البطاري بتاعد قد ايه? تاني حاجة حجز الموجة اللاسلكية الجهاز الغالي بيبقى فيه تلاتة اربعة خمس ست ترددات. هو بينقي التردد اوتوماتيك اللي هو بيلاقيه فاضي. فالو انت عندك فرقة مليانة اجهزة وجيتارات والراجل بتاع الميكسر بيبعت لسلكي هو كمان لاجهزته وبتاع او فيه حد في في المنطقة بيستعمل اجهزة لسلكي مع بعضيها وبتاع ففيه تردد اتحجز بتلاقي الجهاز الغالي بياخد التردد الفاضي على طول ويشتغل عليه. في حين جهاز زي ده هيهنج منك فهتطار تستعمل كابل بقى توصل الكلام ده بكابلات يعني. دي حاجة بسيطة انا قلت اوصلها لكم بالنسبة للجتارات ازاي بوصلها بالميكسر او بوصلها بالامبليفير بتاعي والسهولة بتاعتها دلوقتي اللي من الممكن توفر للناس اه حرية اكتر في الحركة ومبقاش فيه مشاكل كابلات ولعبكة تتكعبل في الكابلات وانت ماشي في الجتار بتاعك على المسرح. واشوف كل حلقة الجاية.